والتحليل مع ضيفنا وزمينة سالي بسعيد أهلا من جديد مشاهدي زمن الرياضة نتواصل معكم ووصلنا إلى الفقرة العالمية والأخبار والأحداث العالمية مع التحليل سالي بسعيد أهلا بك مساء الخير مرحب بك الزميل حسام ومرحب بمشاهدي غنات الشرق مساء الخير عليك تابعنا يمكن مباراة كانت ساخنة جدا ليفربول وسيتي ديربي إنجليزي خاص وأوروبي على صفيح ساخن ليفربول بقيادة محمد صلاح يؤكد التفوق نعم وطبعا كان الرهان على مشاركة محمد صلاح يابا إذا شارك محمد صلاح يابا سترتفع حزوز ليفربول وقد كان عندما تقدم السيتي بهدف في الشوطة الأول عبر لعب البرازيلي جيسوس توقع الجميع أن يواصل السيتي على قل تسجيل هدف آخر هلعتبر أنه هو تفوق من حيث الاستحواز تفوق من حيث المباراة يستطاع أن يسيطر على المباراة غواردويلة بشكل أفضل من كله لكن الهدف الذي سجله محمد صلاح من متابعة لكورة عرقل فيها ساد يوماني استنغالي ساد يوماني تمكن محمد صلاح من تسجيل هدف أعتقد أن الهدف هذا قير كل الحسابات بين ليفربول والسيتي يعتبر أن السيتي كان يحتاج حينها إلى تسجيل أربع هدف لتأهل تصبح النتيجة خمسة واحد وكان مهمة أصبحت صعبة جدا أمام فريغ يجيد التعامل الهجومي محمد صلاح ساد يوماني وأيضا البرازيلي فيلمينيو الأمور صعبت جدا بمشاركة محمد صلاح تمام حمد صلاح ضحى بمسألة عدم المشاركة أمام إيفرتون في ديربيل ميرسي سايد السبت الماضي ليشارك في مباراة السلسة أمام فريغ مانشستر سيتي وقد نجح نجح يورغان كولوف في إغناع محمد صلاح بعدم المشاركة ونجح أيضا محمد صلاح في أنه يرد الأمر بالنسبة لمدربه ويقود فريغ ليفربول للوصول إلى نصف النهاية وده لأول مرة يصل فريغ ليفربول للنصف النهاية منذ العام 2008 في عندما وصل نصف النهاية وخرج أمام مانشستر سيتي كانت حاجة مهمة جدا الشعوطة الأول دي ممكن التزديد الأبرز كانت حقه الصلاح لكن في نهاية مانشستر سيتي هو كان له الكلمة الأعلى في الشعوطة الأول على حساب ريب البور وده أمر طبيعي أنت فريغ جاي خاسر على خارج ملعبك 3-0 لابد أن ترد على ملعب تحتاج إلى التعويض تحتاج أنك تسجل منذ البداية خصوصا أن الترشيحات قبل المواجهة أصلا زهابا نيابا كانت لسيتي بصور أكبر عطفا على الأداء هذا الهدف المميز الذي سجل محمد صلاح هو صنف منه واحد من أجمل الهداف وهو واضح تعابير غارديولا أن هذا الهدف شبه قسم ظهر مانشستر سيتي وحسم الأمور أدى إلى أنه حتى أن غارديولا طبعا تابع الهدف من المدرجات طرد بين شوطين المباراة مباراة الأحداث مباراة الأحداث ثم أتى هدف فيرمينيو واضح تعابير حق غارديولا قضع على الأمر بشكل كبير مانشستر سيتي طوال الموسم خسر ثلاثة مباراة جاء في أسبوع واحد خسر ثلاثة مباراة أمام ليفربول مباراتين وأمام مانشستر سيتي في الدربي التي فشل فيها في التتويج وكان مفروض يتوجل قبل خمس أيام وخسر ثلاثة اثنين مانشستر سيتي دائما يفق التقدم فقط تقدم أمام ليفربول ومن قبل فقط تقدمه أمام مانشستر سيتي نمشي للمباراة الثانية المباراة الأخرى وكانت ركلت جزاء مثيرة جدا لريال بدريد أمام اليوفي في آخر دقيقة من الزوان المبدد نغلت الريال لنصف النهاية شوف كل نتائج الدور إيابة الدور ربع النهاية كلها لم تكن مع التوقعات كلها كانت عكس التوقعات الجمعي توقع فوز مانشستر سيتي على الأقل اثنين واحد ممكن ما يتهل لكن لازم يفوز الجمعي توقع فوز ريال مدريد وخسر ريال مدريد الجمعي توقع تأهل برشلونة يعني يخسر اثنين واحد أو يدار أن يتهل وخسر برشلونة بسلاسية الجمعي توقع أن بارمونيخ يفوز على ملعب وعلى إيشبيلية وتعادل كل التوقعات أتت يعني عكس ما صور لها أو عكس مراكز الخبراء وكنت نجي لإنعاية للمباراة دي نلقى أنه ريال مدريد أدى تغريبا واحدة من أسوأ مباراته ويوفينتس واحدة من أفضل مباراته يوفينتس أصبح أول فريق يفوز على ريال مدريد في البرنابيو ثلاثة مرات طبعا ما فيها الأندية الأزبانة نتكلم على الأندية في البطولات الأوروبية الهدف المبكر تغريبا رفع طموح يوفينتس بشكل كبير حسنا أن رومنتادة يوفينتس مختلفة من رومنتادة 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 كان محتاج أنه يعمل رومنتادة خارج ملعبه وده أمري غير تغليدي دامن رومنتادة معروف انه على ملعبك على ملعبك مش خارج ملعبك وأمام جماهيرك هذا خارج ملعبك هنا واضحة فرحة بوفون واضح أن ريال مدريد تأثر كثير بغياب رومنتس بدرجة كبيرة جدا صح زيدان في تصريح له غريب قال لم أتوقع انتفاضة يوفينتس بالشكل هذا ده خطأ كبير منه قبله بيوم روما انتفض أمام برشلونا بالتالي هو كان من المفترض أن يتوقع انتفاضة روما النافاز واضح أنه حارس يعني طبعا ريال مدريد لديه أفضل تشكيله في العالم واحد من أفضل ثلاثة لعبين في كل خانة ريال مدريد باستثناء الحارس النافاز الذي لا أعتبره من أفضل ثلاثة حراس في العالم دي ضربة الجزاء ضربة جزاء أسارت الكثير من الجزاء على تباره هي ضربة جزاء ما ضربة جزاء طبعا سبعين في المئة من مراكز الخبارات التحكيمية أكدت أنه ما ضربة جزاء وثلاثين في المئة أكدت بما فيها الغنان الناغلة في الشرق الوسط أكدت أنه هي ضربة جزاء طبعا فيها جزاء كبير التصريح المستوغف في الحتة دي تصريح المدافع نفسه المهدي بنعطيه الليوزي ارتكب الخطأ مع فازكيز إذا جازدينا أن نقوله أنه خطأ يعني هو قال نحن ناس نيوفينتو الزاتو لو كان يتعامل معنا أمر هذا كان طلبنا بركلة جزاء فالأمر طبيعي أن يطالب مثلا بريال مدريد بدربة جزاء وغد ناله فأمر طبيعي دي ما شاهد الصورة هو خط يده فيها في عبارات قال لا أنه ضرب الكورة قبل أن يضع يده على اللعب لكن في النهاية أداع الحكم مايكل أوليفيرا أثار الكثير من الجزاء اعتباره حكم غير مميز على الإطلاق ما استطاع أنه يسيطر على المباراة طرد حارس بغيمة بوفون برضو أثار الكثير من الجزاء على اعتبار أنه بوفون من عينة الحراسة الهادئين احتجاجه الكثير مع الحكم دليل على أنه ممكن الحكم يكون أثار لعبة يوفونتس ببعض العبارات في احتسابه ركلة الجزاء الكثير من الأمور لكن في النهاية مجملة لمباراتين يوفونتس كان فيه الأفضل لكن ريال مدريد عنده غيمة في دور الأبطال أنه يستطيع أن يتأهل حتى لو كان ما جيد يستطيع أن يغاتل أمام أنديا الكبيرة ريال مدريد الموسم الماضي يتأهل في الأشواطة الإضافية أمام بارميونيخ دي غيمة ريال مدفوزة على ريال مدريد في البرنابيو ثلاثة مرات طبعا ما فيها الأندية الأسبان نتكلم على الأندية في البطولات الأوروبية الهدف المبكر تقريبا رفع طموح يوفونتس بشكل كبير لو ما يجي هدف مبكر حصوصا أنه ريمونتادة يوفونتس مختلفة من ريمونتادة روما هو كان محتاج أنه يعمل ريمونتادة خارج ملعبه وده أمري غير تغليدي داما من ريمونتادة معروف أنه على ملعبك على ملعبك مش خارج ملعبك ومام جماهيرك ومام جماهيرك ده خارج ملعبك هنا واضحة فرحة بوفون واضح أنه ريال مدريد تأثر كثير بغياب راموس بدرجة كبيرة جدا صح زيدان في تصريح له غريب قال لم أتوقع انتفاضة يوفونتس بالشكل ده ده خطأ كبير منه قبله بيوم روما انتفض أمام برشلونا بالتالي هو كان من المفترض أن يتوقع انتفاضة روما النافاز واضح أنه حارس يعني طبعا ريال مدريد لديها أفضل تشكيلة في العالم واحد من أفضل ثلاثة لعبين في كل خانة ريال مدريد باستثناء الحارس النافاز الذي لا أعتبره من أفضل ثلاثة حرات في العالم دي ضربة الجزاء ضربة جزاء أسارت الكثير من الجزاء على تباره هي ضربة جزاء ما ضربة جزاء طبعا سبعين في المئة من مراكز الخبرات التحكيمية أكدت أنه ما ضربة جزاء وثلاثين في المئة أكدت بما فيها الغنان الناغلة في الشرق الوسط أكدت أنه هي ضربة جزاء طبعا فيها جزاء كبير التصريح المستوغف في الحتة دي تصريح المدافع نفسه المهدي بنعطية الليوزي ارتكب الخطأ مع فازكيز إذا جازدنا أن نقوله أنه خطأ يعني هو قال نحن ناس نيوفينتو الزاتو لو كان يتعامل معنا الأمر هذا كان طلبنا بركلة جزاء فالأمر طبيعي أن يطالب مثلا بريال مدريد بضربة جزاء وغد ناله فأمر طبيعي دي ما شاهد الصورة هو خط يده فيها في عبارات قال لا أنه ضرب الكورة قبل قبل أن يضع يده على اللعب لكن في النهاية أداع الحكم مايكل أوليفيرا أثار الكثير من الجدر أعتباره حكم غير مميز على الإطلاق ما استطاع أنه يسيطر على المباراة طرد حارس بغيمة بوفون برضو أثار الكثير من الجدر بالاعتبار أنه بوفون من عينة الحراس الهادئين احتجاجه الكثير مع الحكم دليل على أنه ممكن الحكم يكون أثار لعبة يوفنتس ببعض العبارات في احتسابه ركلة الجزاء الكثير من الأمور لكن في النهاية مجملة لمباراتين يوفنتس كان فيه الأفضل لكن ريال مدريد عنده غيمة في دور الأبطال أنه يستطيع أن يتأهل حتى لو كان ما جيد يستطيع أن يغاتل أمام أنديا الكبيرة ريال مدريد الموسم الماضي يتأهل في الأشواطة الإضافية أمام بارميونيخ دليل غيمة ريال مدريد بكل تأكيد واضح برضو أنه غيمة راموس كمدافع عندما يكون غايب رونالدو في المباراة دي سجل الهدف 120 له في دور الأبطال وده رغم كبير دليل المباراة هذا الززالة الآخر الززالة طاحة بالبرشة بطل ريمونتادة في العابة السابقة الآن يقصى عن طريق أيضا ريمونتادة دليل ريمونتادة التالت في تاريخ دور الأبطال الأولى دي فرتيبوا لكورونيا على ميلان في 2004 ثم برشلونة على سان جرمان الموسم الماضي والآن روما أمام برشلونة لم يتوقع أحد الحقيقة برشلونة كان باهتا بدرجة كبيرة كان غائبا أمام ثورة لعيبة روما بشكل كبير لعيبة روما أجادوا المباراة هذا الهدف الأول حق الانديكو البوسني الذي أوضح الصغر الكبير في خط دفاع برشلونة والفجو ما بين التعامل بين المباراة أكدت أن برشلونة هو ميسي إذا أقاب ميسي لا يستطيع برشلونة ينتصر في كل البطولات الأوروبية منذ أن تألغ ميسي مع برشلونة أي مباراة خرج فيها برشلونة من دولة الأبطال لم يسجل فيها ميسي فبالتالي إذا لم يسجل ميسي خرج برشلونة أمام يوفينتس العام الماضي أمام ثلتكو العام 2016 و2014 وأمام بارمونيخ 2013 كل المباراة التي لا يسجل فيها ميسي إذا استطعت كمدرب أن تعمل حصار على ميسي تستطيع أن تفوت على برشلونة يعني برشلونة هو ميسي دد الأمور أثبتت أو دي وغاية الأمور نجل للمباراة واضح برضو الارتباك يعني بكذا ضربة جزاة واضحة ارتكاب لهذه الضربة يعني أنه في توتر بالعيبة برشلونة ما قيل في غرف الملابس أنه دارعالي غول على المدرب فرانشيسكو مدرب غير العقلية الإيطالية ما بين العقلية الدفاعية للعقلية الهجومية لا يتوقع أحد أن يهاجم برشلونة لأول مرة تفضل على برشلونة في نسبة الاستحواز دي الأول مرة يعني برشلونة حتى في المباراة التداربي اللي بيخسر أمام ريال مدريد برشلونة يكون باستحوز لكن أن يخسر برشلونة ونسبة الاستحواز تكون لمصلحة فريغ الخاصم والفريغ الخاصم تكون ليهه الأفضلية دي الأول مرة ذلك د Officerconi أدى مباراة أشبه لمباراة بالنسيان أن استقال أنها مباراة ملعونة في تصريح له وأكد في الممشى بين الغرف قال لو قدينا بنفس الطريقة كان حناودع وكانوا خسرانين واحد يوم غريب جدا في كرة الغدن بكل تأكيد يوم كان فيه انقلاب نيكولاس اليوناني واديروسي اللي سجل الهدف الثاني من ضرب الجزاء وده سجل الهدف الثالث هم صاحبين الهدفين العكسيين في مباراة الزهاب هم سجلوا هداف عكسية وكانت شكلت لون دافع كبير جدا وكانت واحدة من أغرب المباراة في كرة الغدن برشلونة توقف في الدور ربع النهاي للعام الثالث على التوالي هذا أمر لا يليغ بنادي بصرف وقروش كثيرة وضم عناصر في غيمة ميسي وسواريز وأنستا روما لتاني مرة فقط في تاريخه يستطيع أن يصل للدور ربع النهاي للدور نصف النهاي لتاني مرة بعد العام 1984 بينما برشلونة فشل البافاري البافاري بارميونيخ طبعا تأهل بشكل باهد برضو أداء كان غريب منه المدرب يوبين هانكس قال ما طوالي الفريق بيكون جيد لازم يكون الفريق يكون في تراجع في مستوى هو استهلك كثير من قوته هزم إيشبيلية زهابا 2-1 ثم جمه في مباراة في الدور الألماني توي بالفوز بالرباعية استهلكت الكثير من قوته جاءت مباراة الزهاب الأداء كان سلبي بشكل كبير رغم الأفضلية الواضحة كانت بارميونيخ لكن في النهاية ونجومية المباراة التي نالها حارس فريق إيشبيلية لكن في النهاية تفوق بارميونيخ وده أمر طبيعي أن يتأهل فريق بارميونيخ للدور نصف النهاية فريق كبير رفغة المدرب هانكس الذي واصل أداءه مع بارميونيخ بشكل كبير بدون أي خسارة منذ مجيه هذا المدرب لم يعرف بارميونيخ الخسارة على الإطلاق نعم وظل يقدم استوياته بك الثابتة على مدار عوام أو أقرب إلى الثبات نذهب إلى ما تابعه العالم اليوم ظهر اليوم قرعة اليوروباليك نصف النهاية وقرعة دوري الأبطال نبدأ من اليوروباليك وأرسل الإنجليز واتلاتيكم أدريد ومارسيليا وسالفورغ النمساوي نعم طبعا نبدأ بمارسيليا مارسيليا طبعا أداء مباراة كبيرة جدا وهزم فريق لايسبيك لايسبيك يدبع لنفس الشركة اللي يدبع لها سارز ريدبول النمساوي يدبع لنفس الشركة المالك واحد وتمكن مارسيليا من إقصاء لايسبيك والآن يواجه ريدبول ريدبول صاحب أفضل مسيرة حاليا في الدورة الأوروبي أفضل مسيرة تمكن من إقصاء بروسيا دورتومنت في الدورة الأول في الدورة الثانية ثم تمكن من إقصاء لاكسيو في الدور ربعا نهاية وبالتالي واجه مارسيليا مارسيليا أيضا وتمكن هو واجه مارسيليا في مرحلة المجموعات وفاز على مرسيليا لديه أفضلية مرسيليا يتميز من هو لديه خبرة أوروبية أكبر من ريد بول فريق الفرنسي الوحيد الذي يتوج بلغب دولة الأبطال من قبل في العام 93 ده أبي دال اللاعب برشلون السابق الذي سحب القرعة بالتالي المباراة قوية جدا ما بين ريد بول ومرسيليا نشاهد فريق منهم سيصل نصف النهاية ليواجه الفريق المفايد من الفريقين الآخر ثلاثة كومدريد وأرسنال ثلاثة كومدريد وأرسنال شبه نهاية مبكر الكفة يتميل لمصلحة ثلاثة كومدريد بنسبة ما على حساب فريق أرسنال على اعتبار أن ثلاثة كومدريد لديه الخبرة أوروبية 2014-2016 كان في النهاية خسر من ريال مدريد لديه لعبة مواصفات جريزمان هناك أيضا أرسنال مع المدرب أرسن فينجر أرسنال يحتاج لكاس نعم فينجر نفس يحتاج لكاس الأربع عندي ما حصل توجد بالدور الأوروبي باستثناء أثلاثة كومدريد التي توجد بلغبة الدور الأوروبي لكن الثلاثة الثانية أرسنال يحتاج لكاس أن يختم مسيرته مع أرسنال بتتوج خصوصا عنده العناصر المميزة عنده مختريان داني ألي مسعود أوزيل عدد من العناصر المميزة التي تستطيع بهم أن يتوج بلغبة الدوري الأوروبي بالمقابل أيضا لا يمكن أن نتجاهل الفائز من مارسيليا وريد بولا نمساوي لأن الفريقين لديهم قدرة كبيرة وصل لهذه المرحلة بكل تأكيد دالعلق على أرسنال أرسنال أن نيني نال لعب الأسبوع في مباراة الإياب هو صنع الهدفين بتوعون أرسنال في مرمى في الدور الربع النهاي سجل الهدفين بتوع أرسنال في سيسكا موسكو الكورة انتهت 2-2 أنا أعتقد أن نيني ظلم كثير جدا في وجود صلاح يعني الجميع تحدث عن صلاح لكن لا يتحدث أحد عن تألغة نيني مع أرسنال وهو الآن بيغود أرسنال لنصف نهاية الدور الأوروبي نعم بترشح منه وشان يزعوده للفاينال والله على الورق تلاتيكو ومرسيلي على الورق بعيدا عن الكاسة اللي يحتاجه أرسنال نعم نذهب إلى دور الأطال ومجابهات ساخنة جدا بطل الريمونتادا مع ليفربول في المباراة الأولى يمكن هو الثانية والمباراة الأبراز النهاية سيكون مباكر قبل النهاية بتجدد مواجهة يعني قديمة جديدة للبافاري مع الملكي طبعا البافاري الملكي مواجهة متجددة في العوام الأربع الماضية مباراة تكسير عزام الفريقين الأفضل أوروبيين أو أفضل فريقين في القارة الأوروبية فريقين عريقين خبروا التتويج الأوروبي في السنوات الأخيرة ريال مدريد طبعا حمل اللغب نسختين الماضيين و2014 بارمونخ 2013 مباراة سعر عام الماضي تمكن ريال مدريد ريال مدريد آخر نسختين أخصى بارمونخ بالفوز ذهابا وإيابا في المغابل تاريخيا هناك أفضلية لبارمونخ 18 مباراة 9 انتصارات للبايرين 8 للريال ومباراة واحدة تعادل كله تأكيد لكن عندما يكون بارمونخ في وجود مدرب بغيمة العجوز هانكس فالكفة لابد أن تميل قليلا إلى بارمونخ لكن هناك أيضا في ريال مدريد أنت تتحدث عن رونالدو وهانكس قال عندما أعلم كيف يتدرب رونالدو أتمنى أن لا يكون في يومه على أعتبار أنه هذا يرجح كفة بارمونخ ورونالدو يرجح كفة ريال مدريد المباراة صعبة جدا على الفريغين بارمونخ حسم الدورة الألمانية وريال مدريد يتنازل عن الدورة الأزبانية في سبيل أنه ينال بطولة دورة أبطال أوروبا المباراة صعب أنك تتكهم بنتيجته أو حتى عطفا على مباراة الزهاب مهما كانت نتيجة الزهاب كانت شنو هي برضو صعبة يعني حتى بعد نتيجة مباراة الزهاب صعب أنك تتكهم في مباراة الزهاب ممكن يحدث بارمونخ حسارة للسار يعني لا ينسى أنه خسر الموسم الماضي بشكل أسار الصحافة الألمانية وقالوا أنهما ظلموا أمام ريال مدريد في ضربة جزاء ضاعت ليفوندوسكي في المانوين نوير أصيف في المباراة من استضام مع رونالدو ويعتبروا أنه الحظ داراليم ظهروا في مواجهة ريال مدريد لذلك هم يسعوا بشكل جدي أنه مع المدرب هانكس الذي أزعى على نعتزاله تدريب كرة الغدم سيعتزل نهاية الموسم بشكل جدي هم عايزين يقصوا ريال مدريد من البطولة ليتوجه على الاعتبار أنه الخصمين الآخرين ليفربول وروما يعتبروا أقل كغيمة فنية رغم أنه ليفربول يقدم في عروض رائعة جدا لكن مباراة نصف النهاية الأقوى وهي طبعا بكل تأكيد بين ريال مدريد وبارمون إذا تتكلمنا على ليفربول وروما أنت بتتكلم على فريغ ليفربول هو أكثر فريغ سجل هدف النسخة الحالية 33 هدف وأنت تتحدث عن روما تتحدث عن الفريغ الذي تتصدر مجموعة تضم شيلسي وأتليتيكو مدريد والفريغ الذي أقصى برشلونة فريغ يتألق فيه النجمة البوسني ألينديكو بشكل كبير فريغ يدير الفيلسوف والمدرب الإيطالي فرانشيسكو اللي تحدث عنه طموحه بعد اقصى برشلونة طموح أيضا أنا بعد فسته على برشلونة أنا ممكن أشيل الكاس الفسته على الفريغة فيه ميسي أنا ممكن بعدها أشيل الكاس لكن ليفربول أيضا لديه الطموح الأوروبي فريغ يعرف كيف يتألق أوروبيا في مواجهة خمسة مواجهات سابقة بينهم مواجهة كانت في نهائي عام 84 اللي فاز به فريغ ليفربول بركلات الترجيح الغريب في مواجهة ريال مدريد وبارمونيخ رغمهم أكثر فريغين تواجهوا في البطولات الأوروبية في تبول الدولة الأبطال مع بعض ما حصل تواجهه في المبارة النهائية على الأطلاق مواجهة تمديدة ستكون برضو في نصف النهائية لكن روما وليفربول كانت في مواجهات في بداية الألفية الغلبة فيها لمصلحة فريغ ليفربول على مصلحة فريغ روما نعم يعني الفريغ دائما الذي يقصي برشلونة يصل للكاس يصل للكاس نعم نعم ممكن هذه في مصلحة روما لكن صلاح يقدم مستويات مميزة صلاح يقدم مستويات مميزة والآن هو ينافس مع ميسي على الحزاء الزهبي برصة 29 هدف لكل من صلاح ولكل من ميسي 28 و 58 نقطة لكن أفضلية ميسي تبقى النجمة دي أفضلية ميسي تبقى أنه لديه سبعة مباريات بينما تبقى لصلاح خمسة مباريات فقط ليفربول خط 33 مباراة هناك أيضا شيرو أمبلي اللاعب لاتسيو اللي لاتسيو ودع بالأمس لديه 27 هدف ولديه سبعة مبارات متبقية برضو عنده أفضلية على صلاح لأنه عنده مباراتين زيادة أكثر من صلاح ثم يأتي الألماني ليفوندسكي لديه خمسة مبارات متبقية طبعا الدور الألماني الوحيد بين الخمسة دوريات الكبرى لأربعة وثلاثين أسبوع ما ثمانية وثلاثين أسبوع لأنه 18 فريع هو لديه 26 هدف ولديه خمسة مبارات متبقية ولديه طموح هناك لعيبة آخرين منهم هاركين اللي وصل إلى خمسة وعشرين هدف بعد هدفه اللي يحتسب بله أمام كريستيان بلس وصل إلى خمسة وعشرين هدف هاركين هدف أسار الكثير من الجدل ممكن بعدين ردوا لنا الصورة لو موجودة وصل إلى خمسة وعشرين هدف ولديه أفضلية ستة مبارات أكثر من صلاح فاضل لو ستة مبارات توتنهام وليفربول بقى ليه خمسة مبارات دي بتدي يمكن هاركين فرصة إنه لو لقى مبارات سجل فيها هاتريك ممكن يكون قريب من صلاح في إيكاردي لعب إنتر 24 هدف ثم كريستيانو رونادو 23 هدفه كريستيانو رونادو لعب غير مامونة جانب ممكن فيه مورجب لك هاتريك سوبر هاتريك يكون قريب جدا لكن المنافسة تبدو أكبر بين ميسي وصلاح على لغة بالهزاء ده أمام صلاح أمام صلاح يمكن احتجه هو أبدأ غضبه من خلال التصريح هذا يعتبر أنه اتحاد الإنجليزي زي متواطي مع ابن جلدته هاركين لعب إنجليزي لعب توتنهام الفارق كان 29 هدف ضرب 24 هدف الفارق كان خمسة أهداف بعد احتسبوا الهدف لهاركين هي الكرة الاتحاد الإنجليزي احتسبه بعد استئناف قدموا توتنهام إلى الاتحاد الإنجليزي المبارك الهدف كان احتسب له كريستيان اللاعب كريستيان كريستيال اللي هو شات الكرة لكن استئناف توتنهام أدى إلى أنه يحتسب الهدف لهاركين وأصبح الفارق أربع هدف فقط أربع هداف مع فضلية مباراة بالنسبة للهاركين تهدد عرش صلاح بكل تأكيد لأنه برضو هاركين من اللعيب المميزين وهو كان أصلا هو المتصدر غايمة الحزاء الزهبي منذ بداية الموسم وصلاح استفاد صلاح وميسي استفادوا من غياب هاركين للإصابة كان قابله زي أربع مباراة للإصابة استفادوا بكل تأكيد ووصلوا إلى 29 هدف تصريحة صلاح برضو بتعبر عن غضبه إذا الهدف وإذا أن الاتحاد الإنجليزي زي شايفه هو متعاطف مع ابن المالي وده الشيط طبيعي لأنه هم عندهم كاس العالم ده يمنحه الدفع معنوية عالية بالنسبة لهاركين قبل مباراة كاس العالم لو شار الحزاء الزهبي قبل كاس العالم ممكن يتألغ بشكل كبير مع المنتخب الإنجليزي في المونديال نعم يعني الأقرب البير مونيخ وريال مادريد رغمينو نعم هي الصعبة تكاهل لكنها الأقرب الأقرب ريال مادريد ريال مادريد هناك ريال مادريد ليفربول هو الأقرب طبعا ليفربول مواجهة روناردو وصلاح في النهاية هي الأقرب نظريا السجيل الأبطال معنا السجيل الأبطال طبعا واضح أنه ريال مادريد هو كبير الأندية الأوروبية 12 لغب ومنافسه بار ميونيخ خمسة الغاب وهناك ليفربول في الجهة الأخرى خمسة الغاب بينما روما بدون لغب روما وصل النهاية مرة واحدة وكما هو واضح خسره كان أمام ليفربول في نهاية عام 84 وروما كان يضم حينها نجم البرازيل الأسطورة فالكاو واضح من الصورة التي قدامنا في السنوات الأخيرة سيطرت الأندية الإسبانية بشكل أكبر في النسخة الأربعة الماضية من خلال الريال السلاسية ومن خلال بار ميونيخ وأيضا كان السيطرة برضو برشلونة تمكن من الفوز 2009 أو 2011 تخلل فوز انتر فوز شلسي لكن الآن في نصف نهاية لديك ثلاثة من أفضل أربعة أندية تتويجا ووصول إلى مراحل متقدمة ناقص الأربعة أندية ديل اسم ميلان هو صاحب سبع الغاب طبعا في برشلونة صاحب خمسة الغاب لكن برشلونة قلهم وصول إلى النهاية مقارنة مع بار ميونيخ ومقارنة مع ليفربول الخمسة أندية الأربعة أندية بدل روما لو كان ميلان كان سيكون أفضل أربعة أندية في تاريخ بطول الدورة أبطال من حسن الغاب ومن حيث الوصول إلى المباراة النهائية هم اللي كان سيكون وصلوا إلى نصف النهائية نعم يعني تحدثت عندما تحدثنا عن ريال المدريد أنه نافاس لم يرضي بعض الجماهير وليم يقدم المستوى المطلوب وطموح دائما بيريس بأنه يكون هناك حارس كبير يحمل اسم ديخية بين خشبات عارين النادي المنكي وديخية طبعا رفض وبيريس كان داير ديخية بعد ذهاب كاسيس كان داير ديخية وعرض عليه مرتب كبير ديخية إلى الآن ظل يحلم يعني بيريس بيريس إلى الآن يحلم يحلم بديخية لكن ديخية داير أجر عالي جدا ورفض المجيء إلى ريال مدريد فحينها بيريس غام برفع راتب نافاس وتجديد السيغة فيه ريال مدريد كما ذكرت لك في كل خانة عنده واحد من أفضل ثلاثة لعبين في العالم في كل خانة في اعتقادي مع هذا الحارس نافاس ويمكن فاران قلب الدفاع الآخر إلى جانب راموس باستثناء ذلك في جميع الخانات يجد واحد من أفضل ثلاثة فاران برضو مستوى ما يستطاع أنه يكون غايد ملهم أو مدافع أول في غياب راموس يعني برضو كان الرأسياد هو لعب طويل ممكن كان مع منزو كتش لعب فريق يوفينتس لسجل هدفين ممكن كان يتصدى لهم لكن أداءه لم يكن جيد نافاس أيضا هو ليست يعني هسا اشتغن في برشلونة تطور بشكل كبير وأصبح واحد من أعمدة فريق برشلونة برشلونة يتحدث أنه اشتغن بوسكتس ميسي يعني ده السلاسة الأهم هو العمود الفغري لفريق برشلونة لكن الآن لا تستطيع أن تسمي نافاس عمود فغري بالنسبة لفريق للمدريد هناك عناصر هي الأهم منه لكن في النهاية وجودك وسط منظومة ناجحة وفريق ريال مدريد بتشكيلته المثالية بتجعل ريال مدريد والأغرب رغم أنه في الطرف الآخر مثلا في العام الماضي كان مانوين نوير أحد من أفضل الحراس في التاريخ ومانوين نوير قطعا أفضل من نافاس لكن في النهاية نجاح ريال مدريد كمنظومة أدى إلى أن ريال مدريد تتفوق في مجموعة المباراتين بل وفاة زهابا ويابا على فريق بار ميونيخ لوجود عناصر مميزة ولعب سوبرستار مثلا مثل كريسيانو روناردو دل فريقنا برضو في المواجهتين دل فيه تعليق مهم جدا خميس رودريكيز لعب بار ميونيخ سيواجه فريقه ريال مدريد هو معار من ريال مدريد لبار ميونيخ ومحمد صلاح لعب ليفربول سيواجه فريقه روما محمد صلاح خرج من روما كلاعب نجم وبيع في بداية السوق الانتقالات والآن عاد ليواجه فريقه السابق وهو السوبرستار سابقا نادم على اطلاق واصل سابقا نادم هو السوبرستار هناك كوتينيو الذي ترك ليفربول من أجل عيون برشلونة والتتويج بلغبة الدولة الأسبانية والآن فريق ليفربول يصل إلى الدور نصف النهاية بينما برشلونة الفريق الكبير يودع من الدور ربع النهاية شكرا جميلة نستاذ سلم سعيد واسبوع القادم إن شاء الله محاور جديدة وأحداث جديدة ساخنة عبر الفقرة العالمية لزمان الرياضة شكرا جميلة شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين الأعزاء للمتابعة وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من زمن الرياضة والأمنيات أيضا مجددا بدوام الصحة والعافية للزميل معتصي محمد الحسن نقدم البرنامج عاجل الشفاء وشكرا للمتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة